طريقة عمل البرجر اللي احنا عمليوني النهاردة بجده هتعجيبك جدا وهتعمليها للأولاد كل يوم لان عملينا بخبز تورتيلة وحاجة كده من الاخر. والطريقة اللفة بتاعتها حلوة جدا ومتحمص بقى والطعم بقى في حتة تانية خالص. بص الكلام شغل عالي. يلا بينا نبدأ. انا بعمل عجينة تورتيلة عادية جدا. عبارة عن نص كيلو من الدي ومعلاقة زبدة وشوية ملح وشوية سكر. وعجينه بالمية واسيبه بنيرتاحه شوية. وبديقهم نص معلقة صغيرة من وبعد كده ببدأ اللي انا عجينها وريحها وقصتها ونبدأ نفردها. اجيب شوية زيت وبقى فردها بالصمك اللي حضرت كده شايفها وفتصة كبيرة وتكون سخنة معايا ونبدأ نقلبها عالجنبين. ما تاخدش لون اللي هو اللون ده هو ده اللي انا محتاجه. وبص الخبز الطريقة ازاي عشان فيها معلقة زبدة. بعد ما فردت كله وسويته تعالوا بقى نبدأ نعمل عندنا البرجر. اجيب عندي نص كيلو لحمة ويا ريك ما يكونش فاده هون كتير يكون افضل. نبدأ نحطها وحط عليها معلقة كبيرة من بهارات البرجر شوية ملح صغريم وشوية فلفل. واسمقهم كويس كده بأيدينا. وبعد كده قد اخدها كده بأيديها وكورها كويرات. هتطلع حوالي ست برجرات كده. حلو الكلام تعالوا بقى نجيب عندنا مجبس البرجر ونحط ورقة زب ده فوق ورقة زب تحت ونجيب عندنا المجبس ونجبس. او لو عندك مجبس البرجر نعملهم. بعد ما كبسناهم كده تعالوا نجيب عندنا التقصى ونحط فيها معلقة زبدة ومعلقة زيت. وبعد كده نبدأ نسوي عندنا احلى برجر في الدنيا. ولا هكش ولا اي حاجة طالما فوش نسب الدون كتير. ونحط فيها معلقتين اتنين زبدة بيخلط عوام حلو. تعالوا بقى ندي بقى الحب الشكمات متاعاتنا بقى الطماطم وبصل حلقات وفرقهم من بعد كده كويس. وعندنا الخاص طبعا جاهز. نقلب البرجر خمس دقيق كده ونقلبينه على الوش التاني ونسيبه لحد ما يستوه كويس. نجيب بقى عند الجبنة البرجر الجميلة ونقوم حطينها بحط الشرحتين اتنين افضل. اهو قدام حضرتك شرحتين اتنين على كل واحدة. تعالوا بقى نشوف عندنا الكلام الجميل ده بقى. اجيب شوية ما ينزع على كرشب ونبدأ نحطهم كده في النص. وعالاطراف برضو احط عندي سوس من اللي انا حطه ده. احط عندي اي نوع خاص هنا وخاص هنا. احط الطماطمتين هنا وطماطمتين هنا. بصلتين برضو حوالي حلقتين اتنين حلقتين اتنين هنا. تعالوا نعمل عندنا اول واحد نجيبه سنجل. بس احط سوس الاول وناخد عندنا البرجر الجميلة هو. بص التقفيل عاملة ازاي? كده وكده. وهب نقفلين كده. يعيني على الحلاوة. تعالوا نعمل واحد دبل. قدام حضركة اهوة نفس الموضوع. نبدأ نحط واحدة هنا واحدة هنا. وبعد كده نوم قفلين عليه بالشكل ده بالراحة خالص. طيب انا عايز بقى يبقى متسمى كده او حلو. وماسك نفسه. تعالوا نحمصه عندنا في معلقة زبدة عندي وتواصل على النار في نفس الاتج التسوية بتاع البرجر. وبعد ما يحمر وياخد معايا اللون الده بنوم قلبينه على الوش التاني. لحد ما يستوي معايا تماما. ويحمر معايا تماما من الجنبين عشرين ومحمص. ويبقى طعمه في حتة تانية خالص. بص ما شاء الله بعمل ازاي. لا بجد لو انت جربتيه والاولاد بجد مش هيبطلوا يطلبوا مني كل يوم. لان تلفة متاعته والطعم بتاعه في حتة تانية خالص. لو عجبت الفيديو شيروا لايك للفيديو ان شاء الله. ولو لسه مشترك في القناة اشترك في القناة. شكرا على خير. وصفات جديدة. السلام عليكم.